أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شركيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأأبلك غلاما زكيا قالت أن لا يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم تبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آيات للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا فحملته فانتبذت به مكانا قسيا فأجاءها المخاد إلى جذع النخلة قالت يليتني ميت قبلا هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تخزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساكت ليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما تر إن من البشر أحدا فكولي إني نذرت للرحمن سوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتني الكتاب واجعلني النبيا واجعلني مباركا إنما كنت وعوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوعيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في الظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون